اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يحتلوا الاسرائيليين؟ الجولان طيب كان هناك قصف جوي من الاسرائيلي كثيف عليكم؟ القصف الجوي نعم كان كثيف القصف الجوي اول مرة من انا موجود قبل ما تجد القطاعات كان الصواريخ ترمي الطائرات الاسرائيلية وتوقع يعني رأسا تسقط الطائرة على ارض كان الطائرات تسقط اسرائيلية؟ اسرائيلية نعم شبكة سام كانت تشتغل صواريخ سام؟ سام وحسب معلوماتي كان خبراء ايضا يشتغلون عليها روس احد الضباط الذين اشتركوا في الحرب تشيرين قال قال انه شاهد خبراء روسي ارتدون الملابس العسكرية السورية نعم انا جاني رئيس الخبراء بالمقرمان المتقدم رئيس خبراء روسي؟ روسي نعم جاني بالصانمين قبل وقت اطلاق النار يمكن اربعة ايام هو معه مترجم الله بتركن ما انا موجود لا بتركن هذا صلاحي عذكر الله يرحمه فقال الموقف شنو قلت للموقف هذا والخريطة عنتي قال لي اش راح يسوي يتحدث عربي؟ لا لا مترجم مترجم معه قال لي اس لح يسوي قلت لذا guardians احاهد من القيادة سوريا موجود عندي ما اقول لك سلح يسوي ما اقول لك هاني شوية لا انا قائد انا ما acho انا نطيع معلومات السلح يسوي بعد العالم ا 36 خبراء واخذه اخذه من القيادة سوريا مو من عندي كنت الشك بي انت مض landed personajes معلومات لو لا 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 لو السياق العسكري نعم لا انا بالنسبة الي السياق العسكري انا ارتباط بالقيادة العامة ربما أعطى ظل الموقف يمكن الموقف يتغير أو الكيادة السورية قد لا تقبل أثناء الحرب أثناء المعارك هل كانت أسلحة روسية تتدفق فعلا على سوريا يعني شهدت أسلحة لا شهدت ولا سمعت فقط خبراء بس خبراء وهؤلاء الخبراء طبعا كانوا معرضين حتى للقتل نعم يعني إذن ما يقال عن أن الاتحاد السوفيتي في خينها كان متلك أو متعثر في تقديم المساعدات غير صحيح خبراء كانوا موجودين قبل حربهم موجودين الخبراء عدوا مثل ما كان في مصري أيضا عدم خبراء هل هناك وحدات مشات من الجيش الإراقي كانت موجودة معاك؟ لواء كامل لواء مشات وين اشترك وين اشتبك؟ هذا اشتبك مع لواء المدرع السادس وقسم منه اشترك يعني اشتبك هل يوجه مع الإسرائيليين؟ لا مو كلواء اشترك اشترك كوحدات منفردة يعني فوج احد من احتاج سليم شاكل عن لواء ابن الوليد احتاج قوة ارسلت لفوج مشات من لواء الثامن وبعدين صارت معارك متكررة مع لواء المدرع السادس لزلت لفوج احد الافواج كان اقدم من امر لواء امر فوج اقدم من امر لواء هل حصل سيادة الفريق انه بقت جثامين الشهداء بالارض الحرام ورحتوا اخليتوها؟ على اكثر اخليناها على اكثر اخليناها لشهداء يعني معظم الشهداء اخليت جثامين نعم مراسم الدفن تمت اثناء الحرب ام بعد الحرب بعد انتهاء الحرب ما اكون الرئيسين الدفن يعني هما كيف دفنون ودي المقبرة نسحب بسيارة اشحاف الى المقبرة نسحب بسيارة اي سيارة بأي وسيلة كانت من ساحة المعركة من ارض المعركة الى الخار نسحب نوضع بسيارة اشحاف الى المقبرة كيف تلقيتم وقف اطلاق النار؟ وقف اطلاق النار هذا ما علي حاجة اعطيت امر لوضع خطة نهائية كمعركة رئيسية تجاه اسرائيل خطة مشتركة بين العراقيين والسوريين واللغاء الاردنيين باقتراض ان الحرب ستطول ستطول وجينا وضعنا خطة وضعناها وعرضت عليهم من عرضت عليهم احد معاوني رئيش اركان الجيش اللواء عواد باغ قال لي سيارة العميد لو نجدها هسا تاركوا احتمال وقف اطلاق النار قلت له انا اجاني امر او انت قاعد بالامر كلفت انا اوضع خطة هذه الخطة انا ما يهمني اذا وقف اطلاق النار صار او ما صار هذا مو يمي انا اعرض الخطة للمناقشة مناقشت حتى قبل ما اعرضها يمكن حضر كان جايس معلتاي كان معارش كان جايس لعمليات حم يدركون حضر بالفترة الاخيرة من اصدار الاوامر للقطعات المعنية للامرية الالوية للخطة الاخيرة حضر بالنصف ساعة الاخيرة بعد ما نقشت الخطة عندهم الخطة موضوع على زمن ينتد لكم خطة آنية طول ساعة طول ساعتين خمس ساعة تتغير حسب الظروف بس هالخطة نهائية وصار يوم 22 داني تقدم وتقدمنا ساعة بـ 12 ومشتل الدبابات الى الى باتجاه اهدافها طبعا قبل خط الشراء مثل ما نقولي للمعركة قدمت خابرني بـ 12 وخمسة رئيس هيئة الارتباط العراقية السورية سوري لا لا عراقي عراقي عم يدمر ركن عم لفت الريفي قال لي وقف اطلاق النار صدر فرجع القطعات وهذه مو سهلة كيف فقح عليك متوقع مني سمعت كلام مع العواد متوقع حسير وقف اطلاق النار بس احنا يعني حركنا القطعات مو بس احنا بس احنا قطعات مدرعة هذا مو جندي مشاهد شايل البندقي وقل له أرجع دبابة لدي من دور تضرب يحد بلو يخدين الليل ساعة 12 وخمسة ورجعناهم على وقف اطلاق النار قبل احتلال العراق الاخير أنا كنت أحضر ببيت الحكمة للمناقشات مناقشات فأطلع من المناقشة أمر للمكتبة أشرق قسم الكتب فلقيت كتاب مع المذكرات محمود رياض قلت والله جزئين جزئ واحد كانوا أنا شرت كتب كتاب واحد أنا قم أقرأ كله قرأت بي حرب تشرين حرب تشرين بي طبعا هذه صارت لاحقة للكتاب مالي دخلت كملحق قال التقيت محمود رياض يقول التقيت مع السيد الرئيس حافظ الأسد وقال لو مالعراقيين يطلبون تعجيل المعركة يومين ولك قدمنا الأعداب قبل يومين يعني الرواية مو صحيح فقلت هذا أول الكلام مو صحيح وما أعتقد الرئيس حافظ الله يرحم أنه قال هذا الكلام يعني هاي مفبرك من محمود رياض تعتقد ما أعرف